سلام عليكم في ليالي مصيبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللهم العن قتلت أمير المؤمنين اللهم العن قتلت أمير المؤمنين اللهم العن قتلت أمير المؤمنين وعندما نجد أن النصوص وردت في هذه الليالي أن يكرر الإنسان من عبارة اللهم عن قتلة أمير المؤمنين هذه رسالة من المعصوم عليه السلام إلى أن قتلة أمير المؤمنين ليسوا واحدا بل هم مجموعات قتلة من داخل الأمة ومن خارجها وقبل أن أدخل في ذكر سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أود ارتجالا أن أعقب على ما تفضل به سماحة الشيخ العلامة الشيخ حسين اليسين حول مسألة العراق وأهله الحقيقة العراق كان ولما يزل جمجمة العرب العراق ما هو أفئدة الأئمة عليهم السلام العراق هو عنوان الدمعة الساكبة والمصيبة الراتبة لو كان في العراق فقط أبو الفضل العباس لكفاه فخرا فما بالكم بعلي والحسين والكاظميين والعسكريين ورتل طويل من تاليي المعصوم العراق يراد من خلال الإسقاط الثقافي والغزو أن يفقد المواطن فيه ثقته بنفسه طيب تعالوا نقلب التاريخ وننظر بنظرة استشرافية إلى المستقبل أين سيكون إمامنا المهدي عليه السلام أليس في مسجد السهلة حيث يقيم عياله من أين سيتفرى العدل إلى كل العالم متى يتنهنه مشروع صاحب الزمان إلا عندما يصل إلى العراق من يستطيع أن يزايد على العراق في الأداب يكفيه كوفيين المتنبي وغير فؤادي للغوان رمية وغير بناني للزجاج ركاب ومحمد مهدي الجواهري وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضع خلي يجيبوا منافس لهذين الاثنين فقط على المستوى العلمي كنا نشهد قامات بغض النظر عن المذهب والطائفة ما حدا بيقدر يتجاوز قامات الفكر والأدب والعلم التي أنتجها العراق وإذا بتلاحظوا إن أي اضطراب في العراق يوجب اضطرابا في المنطقة كلها نظرا لما يشكله هذا البلد من مركزية تاريخية تتجلى فيها كل الارخاصات الخيرة وغير الخيرة فكما كان العراق يلعج تلعج حناياه بحكم الطاغوت بنفس الوقت كان الألق يخرج إضاءات من أزقة في النجف وكربلاء وبغداد وغيرها من الحواضر قال المعصوم لأهل العراق أنتم الشعار والدثار وكفى بهذه العبارة فخرة ألا لا يستلبنكم أحد ثقتكم بأنفسكم طالما وثق أنفسكم لديكم المعصوم فلا تبالوا لأن في يدكم جوخرة فما يضيركم إذا قال الناس عنها جوزا روى المفضل بن عمر قال سألت الإمام الصادق عن قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ما هذه الكلمات يا ابن رسول الله شو هاي الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال هي الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه فتاب عليه وهو أنه قال يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله صل على محمد وعلي محمد فقلت كف المفضل رحمه الله أجيد أنه أكمل يا ابن رسول الله فما يعني بقوله فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن في جي زايد عن الذي كان عند آدم قال فأتمهن إلى القائم إثني عشر إماما تسعة من ولد الحسين عليه السلام الرواية طويلة اقتطعت منها موضع الحاجة الآن أضعها الرواية بين أيديكم أمانة هنيهة حتى نأتي لنشبك معها غيرها روا في مجمع البيان وفي الخصال وفي غاية المرام عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا دعوة أبي إبراهيم قلت يا رسول الله وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم قال أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم إني جاعلك للناس إماما فاستخف إبراهيم الفرح فرح قال ومن ذرية أئمة أئمة مثلي فأوحى الله إليه أن يا إبراهيم إني لا أعطيك عهدا لا أفي لك به قال يا رب وما العهد الذي لا تفي لي به قال لا أعطيك بظالم من ذريتك عهدا قال إبراهيم عندها وجنوب ني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فقال النبي صلى الله عليه وآله فانتهت الدعوة إلي وإلى علي لم يسجد أحدنا لصنم قط فاتخذني نبيا واتخذ عليا وصيا الله صلي على محمد وآله محمد هنا الروايتان لابد أن تشتبكا وتدمجان معا لابد الكلمات بتعريف سريع الكلم والكلام في القرآن غير الكلمة والكلمات الكلم والكلام يمكن أن يحرف ويبدل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أو يحرفون الكلمة عن مواضعه نكل سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب يمكن تحريفه أما الكلمة والكلمات لا أبدا لا تبديل لكلماته كلمة الله هي العليا دائما كلمة الله ألقاها إلى مريم جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا مما يدل على أن الكلمة والكلمات أمر معجون بشخوص في الرواية الأولى الكلمات التي تلقاها آدم هي رسولنا صلى الله عليه وآله وأهل بيته تعالوا معي من قال بهذا القول من أهل السنة كثر أضرب أمثلة لا على نحو الحصر ابن المغازلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الصيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس أن الكلمات هي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين القندوز الحنفي في ينابيع المودة الديلمي في مسند الفردوس بطريق آخر مو من طريق ابن عباس من طريق علي عليه السلام وهكذا يمكن أن نتوسع ومن أراد فليراجع أسفار نبيلة جليلة مثل فضائل الخمسة من الصحاح الستة للفيروز آبادي وغيره موجود وأن لهي كلمات مجرد دعاء دون تقديم وسيلة دون أن تبتغي وسيلة هلأ لقائل أن يقول من أين علم آدم بذلك علم لأنه رأى أنوارا وهذا سبب ابتلاء أنه ظن أن بإمكانه أن يتبوأ ذلك المقام بحسن العبادة ظن ولذلك عبر الله تعبير خفي لم نجد له عزما ليس قادرا على أن يصل إلى هذا المقام لذلك ما نهاه الله به وظنه الناس أنه معصية يسلبون عن النبي آدم عصمته لم يكن إلا نهيا إشفاقيا لا ألو علاء لا بالمولوية ولا بالإرشادية نهي إشفاقي أصلا لا يوجد تكليف في الجنة ونهي إذا خالفته تتأثر تكوينا كيف والآن ابنك تعرف مصلحته أكثر منه في حدا ما بيعرف مصلحة ابنه أكثر من ابنه نفسه وابنك بار بك مطيع لك والحرارة سبعة وخمسين وأنت بمحتاج برتقال والبرتقال موجود على بعد اثنين كيلو متر أنت محتاج للبرتقال فتعرب أو أن ابنك بطريقة ما يعرف أنك تريد البرتقال فيلبس ثيابه ليذهب فتقول له لا تذهب هذا النهي شو بتسموه ستضربه الشمس ويصاب بجزء من سحايا أو سيضعف بدنه الموضوع ما عاد موضوع أنني أشتهي البرتقال أو لا أشتهي البرتقال لم تعد الغاية صار الهدف أن لا يذهب ابني في الشمس آدم قال بما بلغ هؤلاء ما بلغوا قال بحسن تعبدهم فإذا أنا سأحاول أن أكون مثلهم قال له الله لن تصل أنهاك عن ذلك ولذلك إبليس شو قال له لآدم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين بد وقت آدم حتى يحسن العبادة احتاج إلى الوقت فظن أن في الخلود أو بطول المدة أو بتغيير في الخلقة كأن يكون ملكا ربما يصل الله نهاه إشفاقا عليه والدليل أنه لم يرتكب معصية قوله عز وجل ثم اجتباه ربه فتاب عليه لو كان قد عصى كان يجب أن يقول ثم تاب عليه فاجتباه توب قبل الاجتباء لا أحد يجتبى إكراما لمعصيته ثم اجتباه ربه فتاب عليه الكلمات أتمهن الله لإبراهيم إلى القائم صلوات الله وسلامه ليش لأن البشرية كانت قد مرت بمراحل من تراكم الخبرة هاي من جهة من جهة أخرى كان إبراهيم إماما يعني أفضل ممن سبقه من الأنبياء أعطي رتبة زائدة فوق النبوة وفوق الرسالة إني جاعلك للناس إماما ترى سنة الماضية كنت بخدمتكم هنا ومعظمكم كان حاضرا بيض الله وجوهكم بيض الله وجوهكم ورحم الله أموات المؤسس لهذا الصرح العظيم أمطرت الدنيا فدعونا الله أن يوسع علينا في هذا المكان واستنجدنا بأبي طالب ليش لأننا نريد أن نطمئن على مستقبل مجلس كريم كهذا في المواسم في الفاطميات في عشوراء في شهر رمضان ولا لا طيب إذا نحن لسنا معصومين ولا يدعي أحد مننا العصمة يحرص على أن يتبين ملامح المستقبل لما فيه الخير إبراهيم ما من حقه أن يعرف مستقبل هذه الدعوة التي هو على رأسها من حقه ولا مو من حقه أوليس من حجة الله عز وجل أن يطلعه على مستقبل نجاح هذه الدعوة أنت في السماء إله عراسي وعينه بس متى ستكون في الأرض إلها وانت في السماء إله وفي الأرض إله متى سيتحقق وعدك متى سنجني ثمار عملنا أنا ومن سبقني إدريس ونوح وشيت آدم وغيرهم من الأنبياء هنا تدخل الله بكلمات فأتمهن من ذريتك ستملأ الأرض قسطا وعدلا وسيكون لك لسان صدق عليا في الآخر سيكون لك أتمهن لأن مرحلة حجية إبراهيم تحتاج إلى جرعة إطمئنانية من الله عز وجل لمستقبل دعوة الأنبياء كلهم خاصة أن النبوة ستتشعب في إبراهيم في جانبها الإسحاق ومن ثم في جانبها الإسماعيلي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عندما استوعب إبراهيم ثقل تلك الكلمات قال الله له إني جاعلك للناس إمام الرواية بتقول فاستخف إبراهيم الفرح قال ومن ذرية أئمة قال إيه لا أعطيك عهدا لا أفلك به قال وكيف يا رب قال إذا في ظالم من ذريتك لن ينال عهدي هلأ صرنا نفهم ليش ربنا سبحانه وتعالى نأى اختار أبا لهب ما اختار أبا جاهل تبت يد أبي لهب وتب ليبعد الأقرب من ذرية إبراهيم بالظلم وبالتالي الإمامة محصورة بمن لم يرتكب ظلما في كل حياته هنا قال رسول الله أنا دعوة إبراهيم لم نسجد لصنم قط من عالم التكوين أنا وعلي بن بي طالب ما في مجال للمنافسي فكنت أنا النبي وهو الوصي ما حدا يفكر أن يتشاوف وإلا لتشاوف لها أبو لهب وقد تبت يده أمر محسوم والله لو لا تبت يد أبي لهب لكنت شاهدت أناسا من قريش كثر إشرأبوا بأعناقهم ومطوا بشفاههم وارتفعت مناخيرهم للإمامة الإمامة لم ينازع بها علي عليه السلام بدليل أنه ما في حدا غير اسم الإمام في حدا غير من الصحابة اسم الإمام هل تجرأ أحد أن قال عن نفسه إمام طيب وين الإمامة في ذرية إبراهيم في علي عليه السلام الذي قتلوه في هذه الليات صلوات الله وسلامه فإذا دعاء إبراهيم مستجاب في غير الظالمين من الذرية فما حدا يجيء لقريش كلها من ذرية إبراهيم نعم قريش كلها من ذرية إبراهيم وأخص الناس أقرب الناس إلا النبي عمه نزل فيه قرآن أنه ظالم يتلى القرآن إلى يوم القيام تبت يد أبي لهب وتب ومو بس هو ومرته خيل ومرأته وحمالة الحطر حتى الله يسكر كل بواب وإلا أبو جهل أعطى بكثير من أبي لهب ما قال الله تبت يد أبي جهل أو تبت يد الوليد ابن المغيرة أبدا تبت يد أبي لهب وتب أعكن الزرية عند الله أعطى عهدا لغير الظالمين من ذرية إبراهيم وإننا قلبنا الأمور بنص رسول الله فلم نجد من جانب الظلم إلا من نص على عصمته بدءا من رسول الله وصولا إلى الكلمات التامة للقائمة صلوات الله فإذا الإمامة عهد إلهي ليس باختيار الناس ما فيك تجي تجتمع وتعين إمام هو هو جعل إلهي تحول إلى عهد متصل غير منفصل يعجبني ما قاله السيد طبطباء صاحب الميزان في ذيل هذه الآية حقيقة الرجل ليس معصوما خاصة في بحوثه الفلسفي لكن في هذا أجاد الرجل فيها المطلب يقول الإمامة مجعولة من الله عز وجل والإمام معصوم بعصمة إلهية إن الله أجل وأكرم من أن يعين لك شخصا خطاء ويأمرك بالاقتداء به فهو يغريك بالقبيح وحاشا لله أن يغريك بالقبيح فإذا جعل إماما عصمه في حدا منكم بيبعث رسالة الآن بين التجار واحد عنده تجارة بده ياخد محبس من زميله تاجر الخواتم بيبعث أحمق برسالة يقول له ولا بيبعث واحد فهين بالمصلحة هذا بين البشر العادي أيعقل أن يأمرك الله بالاقتداء برجل وهو منقوس عقل منقوس حظ أغبار كل الناس أفقه من فلان حتى ربات الحجال في بيوتهن ما هو واحد اعترف عن نفسه والإقرار سيد الأدلة الأرض لا تخلو من إمام لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه طيب غير هك من مات وليس في عنقه بيعة البيعة لمن لرجل حاضر لإمام ممسك بزمام الوقت وإلا إذا كانت البيعة لرسول الله وقد بايعنا رسول الله رسولا ونحن نقول في الصلاة نشهد أنه رسول الله هذا لا أشكال عم نحكي في إمام الوقت لماذا كل الناس لهم أئمة في أوقاتهم إلا نحن بدنا ننحرم أي عدالة هي هذه الإمام مؤيد من عند الله دائما مسدد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه القرآن الناطق أعمال العباد غير محجوبة عن إمامهم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله هاي الآية جمد مفعولها كان رسول الله مطلع على أعمال حاطب بن أبي بلتع ومو مطلع على أعمال محمد كنعان بأي ميزان هذا هو رسول لحاطب بن أبي بلتع أو للعالمين جميعا لماذا في رسالته شعاع طويل وفي حجيته تقصرون الشعاع ليش لماذا يجب أن يكون الإمام عالما بكل ما تتقوم به حجيته وإلا ما عاد إمام حتى الإمام الآن إذا مرد شوفوا أئمتنا عندما يمرضون ما كانوا يعتمد على أحد في التشخيص كانوا يعتمد على أحد في التنفيذ عندما أراد إمامنا الرضا أن يفسد جاء له ببخت يشوء النصراني قال أفسد من هنا سيح الدام سيح الدام أربط ربط كرموا خدوا طعموا ثم جاء الوقت سيح الدام أجير مش طبيب قال هذا من يشايف مثله راجع من هو أعلم منه قال هذا كان يفسده عيسى بن مريم كما في كتبنا حتى في الأمور الطبية أئمتنا ما حتاجوا إلى تشخيص حتاجوا إلى من ينفذ لهم الفكرة ومش عنحو الاحتياج عنحو الإجارة والجعالة ومشاكلته ويستحيل أن يكون في الأمة من يتفوق عليه طيب باختصار الخليل بن أحمد الفراهيدي شؤال قال كلمة قالوا له ما دليلك على إمامة علي عليه السلام قال احتياج الكل إليه واستغنائه عن الكل واستغنائه عن الكل جيبوا لي مفرد وحدي أن علي أو أحد أئمتنا احتاج إلى غير في علم أو رشد أو تقن جيبوا لي أساتذة أئمتنا من هم من علمهم القراءة والكتابة من حفظهم القرآن ما فيه مرة حاول المتوكل أن ينطق اسمنا الإمام الهادي حط له استيز طلع قال له عم بتعلم عنده لهذا اللي حطيتني عنده حتى علمه عم بتعلم منه وهو يدلني على مواطن في القرآن ما كنت أعرفها إما أن يحتاج إلى معصوم قبله أو لا تجد نعم نعم قد يروي الباقر عن جابر ابن عبد الله الأنصاري في سياق الحجة وليس في سياق الاحتياج وفرق كبير عنا نابغة في تاريخنا اسمه هشام ابن الحكم هشام رجل حباه الله بجمالات شتى وكان نابغة من قبل أن ينبت عارضاه كل هذا في كفة وما أقر به على نفسه في كفة أخرى عندما قيل له لماذا نرى جوابك حاضرا قال كيف لا أكون كذلك وقد تفل في فمي جعفر ابن محمد صلى الله عليه قال له الإمام مثلك يا هشام فليكلم الناس بس شرطين اتقي الزلة والشفاعة من ورائك أنا بفهم اتقي الزلة اتبه لا تغلط خلي الحج بيدك وليست بيد خصمك بس اتقي الشفاعة شو يعني الأرجح أنه لا تحيجني أن أشفع لك في زلة ترتكبها لا تورط إمامك لعل هذا هو المعنى الأرجح ربما تحتمل العبارة معاني أخرى بس في السياق أرجح هذا المعنى سمعه هارون العباسي يناظر من خلف ستار كين اعيد وهارون من نكر رجل خضرمته الأيام واستعمل كل خباثته قال مثل هذا حي ويبقى ملك ساعة إن لسانه أشد من ضربة ألف سيف يا أيها الموالون يا شيعة علي في ليالي استشهاده خذوها من فم عدوكم هارون العباسي إن المعطى الثقافي أشد وقعا وأكثر إيلاما وأقوم حجة من السيوف وغير السيوف لسان هشام ابن الحكم في نظر هارون العباسي أشد من ألف ضربة سيف حصنوا عقولكم وألسنتكم بالحجة وأخرجوا أئمتكم ليراهم الناس فيصغر من هو دونهم هالآن بس تكليفنا انقلوا مناقبهم احملوا الناس على النمرقة الوسطى ادخلوا إلى القلوب بأسماء عجنت بها القلوب يا أخي ابنك نايم انت نايم بدي أرب أهمص بإذنك يا علي شوف كيف بيضحق هو نايم يا أخي هاي أسماء جبلت علي لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذا وذي أهوى أبا حسن رحمة الله صلى الله عليه حسن رحمة الله محمد هلا إذا ماشيين بالشارع وشفت واحدة مع أي ثلاثتين يا يزيد شو بيصير فيه ما فيه وقع فيه جرس جبلت عليه نفوسنا والقلوب شو منعمل هاي جبلتنا هاي فطرتنا المعطى الثقافي على أي تح هشام بن الحكم سوى أكثر من مناظرة سأختصر ما أمكنني لنرى لنرى كيف ينظر الشيعي الموالي الموالي إلى إمامه في إحدى المناظرات مع علماء كبار قال هشام بعد وفاة النبي ماذا تصنع الأمة قالوا له ماذا تصنع قال إما أن الله رفع عنها التكليف فصارت الأمة كالبهائم والسباع ما عليهم تكليف القوي بيأكل الضعيف تقبلوا بها الحكي قالوا لا قال وإما أن الأمة ارتفع مستواها فصاروا كلهم محمد بن عبد الله وعصموا تقبلوا بها الحكي قالوا لا قال فإذا لا بد أن يكون محمد صلى الله عليه وآله قد نصب علما للأمة ما عنكم خيار قالوا ومن هو قال يشترط فيه نسبه أربعة أمور وفي عمله أربعة أمور أما في النسب فيجب أن يكون معروف الجنس معروف القبيلة معروف البيت من نفس ملة صاحب الرساف أي عقل أن يرتفع رسول الله إلى بارئه ووصيه بجوار توكيو بجزيرة أوكيناوى مين بده يروح يركد وراء له حتى يجح وهذا الوقت الضائع وصيه لا بد وأن يكون من دعوة إبراهيم لاتفقنا عليها في بداية البحث أحلى ما تقوله الشيخ عم يجيب من كل وادي عصى لا هو بحث مترابط يجب أن يكون من دعوة إبراهيم وتجب الإشارة إليه من صاحب الملة لأن الناس عاجزة عن الاختيار ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار هذا بقضاء جزء عادي ليس لهم خيارات فما بالك أن يختاروا معصوما أو بمجرد اختيارهم له يعصم هذا ما بيصير هذا محال في العقل والشرع والنقل وله أربع دلالات من نفسه هو عنده أربع دلالات يجب أن يكون أعلم الناس بالفرائد وإلا لم يؤمن عليه بإقامة الحدود ولربما استبدل حدا بحد أو حدا بفرض أو ما شكل موجيء بامرأة مجنونة قد زنت فأرادت السلطة أن تقيم عليها الحد لو لا علي عليه السلام وتذكيرهم بحديث رسول الله رفع القلم عن المجنون أولم يؤتى بامرأة ولدت غلاما لستة أشهر فأرادوا رجمها لأن باعتقادهم أن زناها متحقق والعياذ بالله لولا أن أمير المؤمنين جمع بين الآيتين وحمله وفصاله قدش ثلاثين شهر طيب ناقص منهم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة حولين أربع وعشرين ناقص ثلاثين بضل ستة أشهر أقل الحامل أمة عجزت أن تدمج آيتين لتستخرج منها حكما ويجب أن يكون معصوما من الذنوب وإلا دخل في الخطأ طيب إذا كان يخطئ كيف آمنه على دين أن لا يكتم شيئا من الحق وهذا مفروض بيّن لي جميع ما هو حق كيف آمنه إذا كان قابلا لارتكاب الخطأ والمعصية أقله أن يكتم علي حكما من أحكام الله عز وجل ثلاث يجب أن يكون أججع الناس لا لأنه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار انتبهوا من يولهم يومئذ دبره إلا في حالتين متحرفا أو متحيزا لفئة فإذا في فئة ينحاز إليها من ألجأته المعركة على الانسحاب التكتيكي فإذا ما كان الإمام أجع الناس وكان إمام هاك هيتشي وشمع الخيط إلى من ترجع الفئة المتحيزة مبدها مرجعية ترجع إذا الكبير هراب إلى من ترجع وبالفعل هل يجرؤ أحد من المسلمين أن يسمي لي غير علي ما عرف ما عرف في حياته إلا الكر حتى سمي الكرار غير الفرار والفرارون في هذه الأمة كثر منهم من فر في مؤتة حتى سماه أهل المدينة الفرار ومنهم من فر على جبل أحد ناظر وقايس نفسه بأروى ينزو ومنهم عندما أعجبتهم كثرتهم يوم حنين فروا لا يلون على شيء ومنهم 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 من رجع يجبن أصحابه ويجبن كيف كان يرجع علي عليه السلام يده على مقبض سيفه وقد تقاطر الدم من يده عندما يسخن في القوم فيسقط راياتهم ويجندل أبطالهم ولو لم يكن لعلي إلا ما وصفته الزهراء عليه السلام قذف ابن عمه في لهواتها كلما فغرت فاغرة للمشرك قذف رسول الله ابن عمه في لهواتها فلا ينفك حتى يطأ الفتنة بأخمص قدمه مكدودا في ذات الله ويده ما أفلتت حليفا له في الحرب اسمه السيف والرمح لا عمر ابن ويد ولا مرحب ولا بن عبد الدار ولا الكبار من القوم والصغار ما يوقف يهرب يعني كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا وقف يا الله يا الله يثبت أمامه أحد كان نايم معاوي وطبعا اللي بيأكل كتير نومه ثقي فجاء عبد الله ابن الزبير كيف دخلوا عليه ما بعرف دخل عليه فاستيقظ وجده عند رأسه قال شفت يا أمير المؤمنين لو أردت أن أقتلك لقتلتك قال له ما بيطلع بإيدك أنا ما بيطلع بيدي قال له ما بيطلع بإيدك كيف لا أستطيع وقد وقفت بإزاء علي في الصف يوم الجمهة بعيد مثل هون وساحة أبعاد عبد المحسن قريبي وقف بإزاء علي في الصف قال لا غروة أنه قاتلك وأبات بيسره وبقيت يمينه تبحث عن من يقاتله به هذا معاوية وعبد الله بن الزبير كلا هما ينصبان العداء لأهل البيت ويجب أن يكون أسخى الناس لأنه إن كان بخيلا في أموال المسلمين سطى عليها ألول يوم صفين يا أمير المؤمن طريها شف معاوية كيف عم يبعث يستمير رؤوس العشائر قال ويحكم أأطلب النصر بالجاور بطلب النصر بالجاور والله لو كان المال مالي لقسمته بينهم بالسوية فكيف والمال مالهم ما بشتري النصر بالجاور أنا علي بن أبي طالب صاحب المبدأ ويحكم أمس بعدني كففت النظر عن عورة عمر بن العاص بدكنيين يقسم الفيء بغير رضا الله عز وجل ولذلك فيما يروى عن سخاء علي عليه السلام واقعا أمور مذهلة هلأ بتلاقي واحد كريم معه مليون دينار بيصرف تسعمية كريم بس بيعه معه مية بقي معه مئة أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه جاعجوا عن شديدا فعمل عند امرأة ينزح لها ذنوبا بلاء من الماء لتسقي قال كل ما بشلك من البئر ذنوب ماء تمرة سحب ويبدو البئر غميق سحب سبعة عشر أو ستة عشر دلوان مجلت يداه قال خلاص أعطيني فتح يديه فصبت فيهما ستة عشرة مرة فجاء بها إلى رسول الله فأكل رسول الله معه صلوات الله وسلام ليه لا اعتقاده بأن هذا أسخى وأحل مال يدخل إلى جوف الأنبياء والرسل يوم من الأيام في واحد الله يطول عمرك شيخ حسين واحد أغبر حاشاكم عنده بستان كل ما يؤع من نخله يركض من وراء التصوين من وراء الحائط يسحب التمر من أفواه الفقير بجواره يؤعوا التمرات يأكلوهن أولاده يفوت أصبعه بتمامه مشيل تأذى النبي جاء إليه قال بتبيعها البستان لها الفقير خلي أولاده يأكله بيعوا ببستان مثله في الجنة قال لا أشتري الآجل بالعاجل حل عمي علم أمير المؤمنين بذلك وكان قد عمل كدا طويلا حتى اشترى حائطا في المدينة قال تبيعني هذا البستان قال نعم بحائطك الحسن أفضل منه قال بعتك تعايا فقير خذ هذا الحائط لك هذا البستان إلى تخلى عن كل شيء أمير المؤمنين وجد عنده شف عندما يتفاعل المعصوم أو خليني يقول تتفاعل البيئة مع المعصوم عنده وسق في مئة ألف نواة تمر قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين قال مئة ألف نخلة بإذن الله زرعها فما تخرم منها ولا حبة يعني زرع في الحجاز مئة ألف نخلة باعها فاشترى بها عبيدا فأعتقهم حتى بلغ ما أعتق من كد يمينه إما ألف أو ألفين على اختلاف الروايات هذا الرجل كيف تحمست الأمة أو بعض الأمة لتغتاله في المسجد بربكم قولوا لي قلت بعد في شهر الصوم عندما تقتل أمة أمة عليها سيعلو علي عليه السلام ويتسافل أمر الأمة فلا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة